موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة حيث نقف فيه على أهم وأبرز ما تدولته المواقع الأخبارية اليمنية والصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم والتي تنوعت في تناولاتها بين الشأن العسكري والسياسي ونبدأ من المواقع الأخبارية والبداية من سؤال مألوف سبق أن طرح ولم يلقى إجابة دقيقة وقد حاول موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية البحث فيه وعلق لماذا تحول أمريكا دون تحرير صنعاء؟ وطبقا للموقع كلما اقتربت الشرعية المدعومة من قوات التحارف العربي من تحرير صنعاء سارعت الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك والحيلولة دون حسم المعركة عسكريا وبحثت عن مبادرات من شأنها إطالة أمد التفاوض على حلول يرفض الحوثيين وحليفهم صالح القبول بها وينقل الموقع بوست عن محلل سياسي قوله الموقف الأمريكي واضح في تحديده طبيعة دور الحوثيين فواشنطن سكتت ولم تتخذ موقفا عمليا من الانقلاب الذي نفد في صنعاء على النظام الانتقالي وعلى الإجماع الوطني وهذا السكوت الذي يصل حد الرضا يعود إلى اعتقاد أمريكي بأن الحوثيين فصيل مسلح يمكن الاعتماد عليه في مكافحة ما تسميه الإرهاب ويضيف الموقع المجتمع الدولي وخصوصا صانع القرار الأمريكي الذي يمارس الضغوط على الشرعية هو نفسه الذي أصدر القرارات ألفين وواحد واربعين وألفين ومائتين وستة عشر التي استندت في أساساتها على قرارات سابقة بشأن القاعدة وتضمنت عقوبات على الانقلابين مضمونها أنهم إرهابيون إلى موقع المشاهد نت والذي عنونا بخصوص الأوضاع الاقتصادية المتدهرة والتي تشهدها العاصمة صنعاء مكاتب بريد في العاصمة تغلق أبوابها جراء شحة السيولة المالية وأغلقت بعض المكاتب البريد بصنعاء أبوابها نتيجة عدم توفر السيولة كما تعاني بعض من البنوك المحلية من عجز في السيولة وفي ذات السياق يقول أحد الموظفين أنه لم يتمكن من استلام يرتبه من مكاتب البريد بصنعاء التي تشهد ازدحاما كبيرا ويقول للمشاهد أن العديد من مكاتب البريد تقول أنها لا تجد أي سيولة ولم يتم تزويدها بالعملات من قبل البنك المركز اليمني في حين أن بعضا من هذه المكاتب أغلقت أبوابها وفقا للمعلومات التي حصل عليها المشاهد فإن بعضا من البنوك وكبار التجار يرفضون التعامل بالعملات من فئة 250 ريال وأدنى ويحصرون تعاملاتهم بفئة 500 وألف ريال فقط وترفض هذه الجهات قبول أي عملات أقل من هذه الفئات أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أحمد يوسف أحمد كتب عن أكثر الملاحظات خطورة على المبادرة الأمريكية المقدمة مؤخر لحل أزمة اليمن وقال الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد تلكأت في الكتابة عن المبادرة التي أعلن وزير الخارجية الأمريكي بشأن تسوية الصراع اليمني بعد اجتماع جدة لغموض هذه المبادرة ولكن ثمت ملاحظات أساسية الأولى عن علاقة المبادرة بقرار مجلس الأمن 22-16 الذي يعتبر مع المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني هو الأساس المتعارف عليه لحل الصراع الحالي في اليمن وللأمانة فليست هناك علاقة بين هذا القرار والمبادرة فالأول قاطع في إدانة الحوثيين وفرض العقوبات عليهم ومنع توريد السلاح لهم وسحب قواتهم وتسليم أسلحتهم دون إشارة من قريب أو بعيد لحكومة وحدة وطنية يلاحظ ثانيا أن الغموض يمتد إلى آلية التنفيذ بمعنى أي العنصرين يسبق الآخر هل السابق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أم انسحاب الحوثيين وصالح وتسليم أسلحتهم يقول الحوثيون إن الحكومة تأتي أولا وهذا يعني أنهم سيكونون أصحاب قرار في شروط الانسحاب وتسليم السلاح أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بافتراض أن هذه الحكومة قد تشكلت وفي هذه الحالة لا يوجد أدنى ضمان لعدم تكرار التجربة اللبنانية بمن طوت عليه من بنية معروفة للحكومات أدت إلى عجز مزمن وتشير الملاحظة الرابعة إلى صاحب المبادرة أي الإدارة الأمريكية ولنا عليها عدد من الملاحظات أولاها أنها تأتي في سياق نختلف معها فيه جذريا فيما يتعلق بالخطر الإيراني فالسوابق القريبة كلها تفيد بأنها تقلل كثيرا من شأن هذا الخطر وقد لا تراه أصلا يتحمس كل عربي مخلص لإنهاء الصراع في اليمن لكن هذا لا يعني تجاهل الحقائق والمصالح الحقيقية فيه وفي إطار الظروف الراهنة يبدو للأسف أن الحل السياسي في اليمن ما زال يرهف السمع لأصوات السلاح إلى موقع التغيير نتو الذي جاء فيه العديد من العناوين بينها الجيش اليمني يطلق عملية نصر 2 لتحرير السرواح وقواته تدخل مركز المديرية أو المسؤول يصل المدينة بعد تحريرها وعنوان أيضا مراقبون خلايا المخلوع الصالح في الجنوب تهدف إلى إفشال دول التحالف وعنوان آخر أيضا الوزير الإيرياني يدعو الميليشيات الانقلابية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين ومن تعز العقيد المجيدي خطة تحرير تعز تسير وفق خطة مدروسة وننتظر أسلحة نوعية لحسم المعركة إلى موقع عدن الغد والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان الموقع عودت النشاط الثقافي في لحج وقدم نخبة من الممثلين والفنانين بالمحافظة عرضا مسرحيا تحت عنوان نداء الواجب حيث يعتبر هذا العرض هو الأول بعد أكثر من عام ونص من قطاع النشاط الثقافي بالمحافظة وقال مؤلف ومخرج العرض عيدروس عبدون إن من خلال هذا العمل ندشن أول نشاط ثقافي في المحافظة لعادة الحركة المسرحية والإبداعية والثقافية وقد أقيم المعرض بإمكانيات متواضعة وبجهود ذاتية ويتابع الموقع يذكر أن محافظة لحج حاضنة للثقافة والفن والمسرح والتي كان لها دورها التاريخي العريق في هذا الجانب لرواد ونجوم الفن والثقافة التي أنجبتهم هذه المدينة الضارب عروقها منهم الفنان القومندان ومحمد صالح عزون وفيصل علوي والفنان عبود خواجة وغيرهم الصراع بين وعي الداخل والخارج تحت هذا العنوان كتب فتحي أبو النصر مقاله المنشور في يمن مونتر وقال الكاتب كأن كل شيء فقد جدواه في هذه البلاد ليس الحوار الذي لا يفضي إلى السلام فقط وإنما استمرار الحرب أيضا يستخفون بالدم اليمني وهناك مصلحة لكل تجار الحرب في استمرارها لكن مهما استمرت الحرب وشرورها وأوهامها لا تستطيع أي قوى اجتثاث قوى أخرى بالحرب وبالتالي فمن غير المعقول أن يكون السلام على حساب أي قوى أيضا بحسب ما يسوقه تجار الحرب الذين لا يكرهون شيئا مثل التحول للسلام العادل وتحمل تبعاته هؤلاء أكثر من يستخفون ويزايدون بالوحدة الوطنية وفي الوقت نفسه يبنون مشاريعهم ضدها أصلا وفي الحقيقة لا شيء يتجدد في هذه البلاد سوى ضغائنهم اللاوطنية فقط ضغائنهم التي لا يهمها على الإطلاق إنقاذ المجتمع والدولة وإنما على العكس تماما لكن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الأطراف الداخلية المتصارعة معولة على الأطراف الخارجية ذات المصالح المتضاربة في إبدال وتشكيل موازين القوى لصالحها فيما هؤلاء وغالبيتهم بنظرة براغماتية بحتة يدركون أن صغبة حسم الصراع لصالح طرف معين هو ما يقود إلى ضرورة إنهاك أدوات الصراع الداخلية نفسها ولذا لا يهمهم بالمقابل ما يترتب على اليمنيين جراء استمرار اليمني كساحة حرب مفتوحة خصوصا إذا واصلت الأطراف الداخلية نفس مستوى الأنانية والجشاعة متصلبة ومتاجرة بالحرب بلا مشروع وطني جامع وهو ما يعني رفضها للمرجعيات المؤدية لأن تتنازل لبعضها أفضل بكثير من ارتهانها للخارج وهكذا للأسف يستمر الاستنزاف للجميع في حين تبقى البلاد معلقة إلى هاوية فقط موقع يمن مونتور تابع أيضا الأوضاع الصعبة التي يعيشها الموظفون نتيجة انعدام سيولا وقال الموقع انعدام سيولا تشعل غضب آلاف الموظفين الحكومين الذين لم يستلموا رواتبهم في صنعا وفي التفاصيل يقول الموقع تجمهر على أبواب الهيئة العامة للبريد اليمني الخاضعة لسيطرة الحوثيين آلاف من المجندين والتابعين لجيش من ألوية مختلفة وعدد كبير من عمال وموظفي وزارة الكهرباء وعدد من عمال نظافة العاصمة والبلدية الذين لم يستلموا رواتبهم وفي تصريح ليمن مونتر قال أحد أعضاء نقابة موظفي الكهرباء أن 24 ألف موظف تابع لوزارة الكهرباء يقفون اليوم بقلق شديد لعدم صرف رواتب شهري يوليو وغصص في وضع ماسوي شديد يعيش هؤلاء الموظفون الحكوميون مضيفا لا نتحدث عن مستحقات أو حوافز أو ميزانية تشغيلية نحن نتحدث عن رواتب موظفين بحقوقهم الأساسية الذي لا يستطيع أي موظف الاستغناء عنها ونذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهم ما تنقلته الصحفة العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود اللقاء بكم مشاهدين الكرام ونطالع أبرز وأهم مقالته الصحفة العربية الصادرة اليوم والبداية من العرب الجديد والتي خصصت إحدى صفحاتها للحديث عن أحداث مدينة تعز وسعي الأهالي نحو إعادة مؤسسات الدولة للعمل وعنوانة الصحيفة صدمات تعز لا توقف عملية دمج المقاومة بالجيش وتقول العرب الجديد أن العمل السياسي في المحافظة يساند العمل الأمني مستندا إلى اجتماعات عقدتها أحزاب اللقاء المشترك تم خلالها بحث أحداث تعز مع قائد اللواء 22 ميكا العميد الركن صادق صرحان ووكيل المحافظة وبحسب مصادر في تعز فإن اللقاء المشترك طالب المعنيين بتسليم المسؤولين عن حصار مقر السلطة المحلية قبل أيام من الإدارة العامة لشرطة تعز والتحقيق معهم وأكد مسؤول أمني للعرب الجديد أن اللجنة الأمنية العليا برئاسة المحافظ وقايد المحور بحثت آلية دمج عناصر المقاومة الشعبية في القوات العسكرية وأقرت استكمال عملية الدمج ليتم استيعاب 15 آلاف فرد من المقاومة في الألوية الثلاثة الموجودة في المحافظات وذلك طبقا لقرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي التي صدرت في هذا الخصوص علمت صحيفة القدس العربي من مصدر حكومي أن الكثير من المسؤولين والموظفين والعاملين في الحكومة اليمنية بدأوا ترتيب وضعهم بمغادرة الأراضي والعودة إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومية اليمنية مع انتهاء تأشيراتهم السعودية المؤقتة ورفض السلطات السعودية تجديدها وأشار إلى أن استقرار الحكومة الشرعية داخل الأراضي اليمنية قد يكون أفضل حالا من بقائها خارج اليمن لتقوية موقفها التفاوضي مستقبلا مع الطرف الإنقلابي ولما سيحققه من الالتفاف الشارع اليمني مع الحكومة في المواقف المنصيرية رغم المخاطر الأمنية في بعض المناطق التي قد تكون مستقرا للحكومة الشرعية وفي الوقت ذاته تتوقع فيه العديد من المصادر احتمال انتقال الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن تحدثت مصادر أخرى عن احتمال انقسامها بين محافظتي عدن ومأرب التي تحضي بأكبر قوات للحكومة أو أكبر قوات للحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي وتقول الصحيفة العربية وإن كانت محافظة مأرب لا تتوفر فيها إمكانيات استضافة الحكومة لكن وضعها الأمني أفضل بكثير منه في محافظة عدن عام ونصف صمود بهذا العنوان كتب موسى المغطري مقالا بمناسبة مرور عام ونصف على حصار الميليشيا لمدينة تعز وانشره في موقع يمن بريس ويقول القاتل تعز أيقونة الثورة لها السبق والتميز في كل شيء حتى حين نتحدث عن الموت وعن الدماء المسفوكة ظلما تظل هي الأولى والرائدة والسائدة خلال عام ونصف عانى الأهالي مختلف أشكال الأذى قصفا وكنصا وحصارا واختطافا وكما نالها الكثير من تصرفات ميليشيا الإنقلاب نالها الوجع من ظلم ذوي القربة وهو لعمري أشد مضادة وأمر مذاقا المدينة التي قاومت الحصار بالصبر وصبرت ولا زالت على ذوي القربة وعلمت العالم كيف يحمل حر كرامته ولو كانت ثمن روحة وعلى أزيز رصاص الميليشيا غنت لنفسها لحن الحرية وأنشدت تراتيل الصمود وكتبت بدم الشهداء قانون الثبات وأثبتت صحة قانون الكرامة وسلامة طريق الأحرار إلى الفجر خلال عام ونصف عانت الحجارة في تعز قبل البشر والطيور قبل الأطفال ومن بين الحطام الذي تخلفه قذائف الموت ينبت الأبطال ويحملون راية الحرية بكل فخر وإباء وعلى الشروفات التي تزينها النساء بالورود تطل أرواح الشهداء لترقب مسيرة الأحرار الذين تعاهدوا أن يكملوا السير حتى تشرق شمس الحرية دون غيوم من أراد درسا عن النضال فليتناول قهوته في شارع جمال وليستمع من عامل المقهى حكاية ناصر أو محمد أو شوقي وإذا أراد أن يراهم رأي العين فليمر على جبلهان أو ليعرج على الكمب أو المكلكل صحيفة الخليج الإماراتية تحدثت عن الوضع السياسي وقالت أن الشرعية اليمنية مستعدة للمشاورات والانقلابيون يناورون وقالت الصحيفة مع اقتراب الموعد النظري لاستئناف جولة مشاورات الكويت اليوم الثلاثاء أبدت الحكومة اليمنية الشرعية استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات وتتابع الخليج وفد الانقلابيين يواصل مناوراته برفضه وليوم الثاني على التوالي لقاء المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل رد الشيخ أحمد في مسقط وكان المبعوث الأممي وصل إلى مسقط قادما من نيويورك بعد مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن وقالت الصحيفة إن المبعوث الأممي يحضر حاليا للجولة الجديدة للمشاورات السلام صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها حضر موت تتوعد الإرهابي وقالت الصحيفة إن محافظة حضر موت أحمد سعيد بن بوريك أكد أن المحافظة تعيش حالة من الأمن والاستقرار في ظل تواصل جهود الأجهزة الأمنية لتأمينها من تنظيم القاعدة الإرهابي الذي تم طرده في أواخر أبريل الماضي بمساندة قوات التحالف العربي وقال المحافظ نحن في حال الطوارئ والمعركة مستمرة في مواجهة الإرهاب وهو ما يتطلب من الجميع أن يكون عند مستوى المسؤولية الوطنية وتقول الاتحاد إن أبناء حضر موت تواقون للسلام والوئام والحياة الهادية والمستقرة وينبذون العنف والإرهاب والتطرف غياب السياسة واستمرار الصراع في عالم العرب تحت هذا العنوان كتب خليل العناني مقالاً في صحيفة العرب الجديد ويقول الكاتب إذا حكم العسكر غابت السياسة واختفى رجالها حقيقة تؤكدها الخبرة التاريخية لمجتمعات عربية رزحت عقوداً تحت وطأة الحكم العسكري فأصبحت مستباحة من حفنة من العسكريين يتحكمون في مفاصلها دون أدنى خبرة أو دراية في إدارة الشأن المدني خصوصاً في شقه السياسي في سوريا كما هو الحال في مصر والجزائر اختفت السياسة وتراجع معها دور الطبقة السياسية المدنية إلى درجة باتت فيها مقاومة هذه المجتمعات الحكم العسكري ضعيفة فكانت النتيجة صراعاً أهلياً كما الحال في سوريا أو انهاك الدولة والمجتمع كما الحال في مصر والجزائر غابت السياسة ولكن استمر الصراع الذي انتقل من المستوى السياسي إلى المجتمع وفئاته وطوائفه فلم يعد بإمكان السلطة التحكم فيه أو تجيره لصالحها ويظن العسكريون خطأاً بأن من شأن إغلاق المجال العام وقمع المعارضة وتكميم الأفواه إيقاف السياسة ومحوى القدرة على الاشتباك مع سياساتهم وقراراتهم تحولت سوريا منذ بداية الثمانينيات إلى مقبرة للسياسيين دفعت كثيرين منهم إلى الهروب من البلاد أو الصمت على ما يحدث خوفاً من البطش وعلى الرغم من ذلك استمر الصراع في سوريا وتحول إلى أشكال أخرى مع سياسة التطييف التي اتبعها الأسد خصوصاً في الجيش والمناصب العليا في الدولة محاولات العسكر وأدى السياسة والتخلص من المعارضة المدنية كانت نتائجها كارثية على المجتمعات العربية وإن تغيب الساسة لا يعني بحال أن الصراع قد انتهى بل تم دفعه إلى مستويات أكثر توتراً وحدة مجموعة من رسوم الكاريكاتور نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة